هذا وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين أن واشنطن تعاول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأكد بلانكين أن مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بما في ذلك لعب دور وسيط لتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضا العام الماضي في الآن واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف ناقشته مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكره كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء